في حركة احتجاجية تجمع عشرات الفلاحين أمام مقر التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ببدواو منددين بما وصفوه بالإهمال المباشر من قبل مديرية الفلاحة جراء القرارات التعسفية وكذا الضرائب العالية المفروضة عليهم وعديد المشاكل مفيدة الضرائب على مساوية أبو مرداس ولا تبعثنا حتى على أسميدا عادة الدير هي اللي يتقوم المنتوج وتخرج روحا روحا تخرج المبلغ اللي لازم يخلصوا الفلاح البيبان يغنقوا فيهم رامي يدمروا في الفلاح وفلاح ماذا بهم ما يخلوهش يرفد العصر يجيبوا البزنازية اللي بيع يخدموا معهم ويبزنزوا معهم يخلوهم واللي يخدم ما يخلوهش حنا خدمت الفلاح هذه حبسناها غير من الجانب الشيهادو تعليزنبو شوك فرامي يجوا هابوك هالابروف هابوك كل الأبواب طرقوها لعل وعسى يستمعوا لهم لكن لا حياة لمن تنادي لتبقى مشاكلهم تهدد مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومديرة الفلاحة هذه اللي رأي في بومرداس ديما يقول بيبان للفلاحين يدمروا الفلاحة لحاق ورحنا تشتكينا ما خلونا حتى بلاس دورنا قابلنا نعتبروا بولي على السكر الجندي ما الجنود هذو اللي رأي موجودين في الحدود تعنا تحميلي وتحمي الأرض الاهتمام بالفلاح كان من المفروض من خلال النقابات لكن هذه الأخيرة أصبحت تتاجر بأحلامهم وأهاتهم وتتركهم ضحايا الضرائب والبيروقراطية